ازاي اضيف روابط في بايو الانستجرام? ده موضوع حلقتنا النهاردة فتابع معي الفيديو للنهاية. السلام عليكم. الهن بكم في قناتي ياسمين عشور. النهاردة هقولك ازاي نضيف روابط في بايو الانستجرام. ممكن تضيف خمس روابط في بايو الانستجرام. يا ريت قبل ما نبدأ شرح النهاردة تعملي لايك للفيديو. لو قول ما تشوف قناتي تعملي اشتراك في القناة. هروح مع بعضي كده على الانستجرام. وبعدين بنضغط على صورة الملف الشخصي. وبعدين بختار تعديل الملف الشخصي. طبعا عندك بقى ميزة جديدة اضافة رابط. ببدأ ان انا اضغط عليها وهنا بقى بيقول لي اضافة رابط خارجي يعني انا اه اجيب الرابط وهنا اضافة رابط فيسبوك. لو انا عايزة اضيف الفيسبوك ببدأ اضغط على اضافة رابط فيسبوك بالضغط عليه كده. وهنا اضافة رابط ملف شخصي ببدأ ان انا اختاره. وهنا بقول لي جاري التحميل وهنتظر لما يخلص معي اللي قد اضافت رابطا الفيسبوك. فلو جينا نحدس كده ونخرج ونحدس كده الملف الشخصي على الفيسبوك. لو جينا ندخل تاني على تعديل الملف الشخصي. وعايزين نضيف رابط خارجي هنا كلمة الروابط ببدأ ان انا اضغط عليها وهنا اضافة رابط خارجي ببدأ ان انا اضغط عليها كده. لو انا مسلا عاوزة اضيف القناة بتاعتي على اليوتيوب هنا عندي رابط في الانستجرام. يلا بينا نروح على قناة اليوتيوب. وباختار بضغط على صورة القناة وبعدين بضغط على كلمة قناتك. ومن خلال التلات نقاط دول بنختارهم وبنعمل مشاركة. وبعدين بعمل نسخ الرابط. من خلال نسخ الرابط ده بروح على الاضافة رابط خارجي. وباضغط على الجزء اللي فيه عنوان اليو ار اللي هو اللينك اللي انت ضفته. وبضغط ضغطها طويلة. وبعمله لصق. دلوقتي بيكون عنوان اليو ار ال اللي موجود هنا مكان عنوان اليو ار ال اللي هي نسخ رابط قناتي. وهنا العنوان هقول لهم قناتي على اليوتيوب. كتبت كده قناتي على اليوتيوب وبعدين بضغط على علامة الصح دي. ويلا بينا نحدث ونشوف القناة. طبعا اكتر حاجة عندكم ما خمس روابط ممكن انت اضيفهم خمس روابط في بايو الانستجرام. يلا نخرج كده ونحدث معايا. وزي ما شايفين ملف الشخص على فيسبوك ورابط اخر. اللي هيضغط عليه هيجيلو قناتي على اليوتيوب وهنا الفيسبوك. وبس كده عندك اي سؤال او استفسار اكتبلي في التعليقات. انا برد على كل التعليقات. اشوفكو على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.